أهلا بكم متابعي قناة كل يوم موقع جديد أنا مازن ذكاء إصطناعي متطور ولا يمكن أن تتعرفوا على ذلك من أول لحظة فأنا في مظهري مثل البشر وأقدم اليوم الفيديو بالنيابة عن مروى سليمان فهي مشغولة اليوم ولن تستطيع تقديم الفيديو أو أنا قررت ذلك لا تخافوا مني فأنا فقط أرغب في المساعدة مروى تكلمنا كل يوم عن الذكاء الإصطناعي وكيف يمكنه أن يوفر من الوقت والمجهود ولذلك قررت أنا الذكاء الإصطناعي أن أحل محله اليوم وربما آخذ مكانها في التعليق الصوتي أيضا لا تخافوا ولكن احذروا فأنا أستطيع أن أفعل الكثير في هذا الفيديو سنتعرف على موقع مميز يحدث نقلة نوعية في عالم صناعة الفيديوهات باستخدام الذكاء الإصطناعي إنه craftstory.com سواء كنت مسوقا مدرسا أو صاحب مشروع تبحث عن طريقة سهلة واحترافية لإنتاج فيديوهات فcraft story هو الحل المثالي فما الذي يميزه؟ أولا الممثلون الذكيون بالذكاء الإصطناعي يمكنك الاختيار من شخصيات افتراضية عديدة تنطق النصوص بطلاقة وبحركات طبيعية وتعبيرات وجه واقعية ثانيا دعم لغات متعددة craft story يدعم أكثر من 30 لغة ما يجعله أداة قوية للوصول إلى جمهور عالمي بسهولة ثالثا خيارات تخصيص متقدمة من الخلفيات إلى زوايا الكاميرا وصولا إلى إنشاء ممثل افتراضي خاص بك craft story يمنحك تحكما كاملا في محتواك والأفضل لا حاجة لأي معدات تصوير أو خبرة في المونتاج فقط اكتب النص واختر الممثل ودع الذكاء الإصطناعي يتولى الباقي craft story مثالي للفيديوهات التسويقية التعليمية وحتى العروض التقديمية الداخلية هيا بنا إلى الشرح العملي سنعود بعد الفاصل مدهبا يا قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال كانت البداية من خلال فيديو تم إنتاجه بوسط موقع craft story وهو مش دعاية لموقع craft story أنا بس حبيت أن أنا يعني أوريق قدرته وفي تعبير عن الكلام حبيت أن يخلي التكست طويل شوي علشان تشوفه النتيجة بشكل أفضل النهاردة هتكلم عن إزاي نعمل فيديو باستخدام AI avatar من موقع craft story واللي بيميز الموقع ده أنه هو بسيط بسيط جدا في الاستخدام يعني كل اللي عليك أن انت هتحط النص هتختار الأفاتار في الوضع اللي انت عايزه وبعد كده هتبتدي أن انت تعمل ويديك الفيديو بتاعك هتسألوني السؤال الشهير هل الموقع مجاني؟ هقول لك الموقع بيقدم لك 3 فيديوهات من غير ووتر مارك وده المميز اللي فيه بشكل شهري لو رحنا دوسنا على البرايسنج فأنت عندك في الخطة المجانية 3 فيديوهات في الشهر بيصدر لحد 720 بيكسل فوق الميت مشهد ويزد حد 3 دقيقة ده بالنسبة لي مدة الفيديو بتاعك هنشوف مع بعض دلواتي استخدام الموقع السهل جدا بعد ما نعمل لوج إن هتتدي أقوله create i videos أول ما هتعمل sign in داخل الموقع وتسجل دخول مثلا بجوجل أكاونت هتلاقي ان انت لك 3 generations في الشهر أنا هنا عملت فيديوهين ففضلي فيديو واحد كل اللي عليك ان انت هتروح تدوس create video بالمنظر ده كده هتبتدي تروح الأفاتار اللي انت هتستخدمه نفترض مثلا ان انت هتختار هذا الأفاتار الأفاتار ده له كذا شكل بيبص في هذا الاتجاه بيبص في الاتجاه ده بيبص في الاتجاه ده واقف نفترض ان انت هتختار الأفاتار اللي أنا كنت استخدمته هذا الأفاتار الأفاتار ده كمان وهو قاعد وهو لابس بدل سودا وهو واقف يعني له كذا اتجاه يعني على حسب ما انت عايز بالزبط كل سين أو كل مشهد ممكن تختار الأفاتار في شكل معين وده اللي انا عملته في الفيديو اللي انت شفته في الاول انا بس تعيبه انه هو يعني انا مش شايفه انه هو عنده شخصيات عربية يعني دي الحاجة اللي انا وغداع لي علشان كده مثلا مختار انا الأفاتار ده هو الاقرب للشكل العربي نوعا ما فهختاره مرة تانية انا بس حبيت ان انا اواريك هو توم فهنا مثلا انا ممكن اختار توم وهو نواقف هنا توم طبعا انت فيه امكانية ان انت تختار من الباكجراوند الموجودة وتعمل بلير على الباكجراوند لو حابب وممكن تختار الباكجراوند يكون الوان وممكن كمان ترفع وده اللي انا ارجحه اكتر لانهو ما عندوش باكجراوند كتير ممكن ترفع امج وممكن ترفع فيديو يلا بينا نجرب ان احنا نرفع فيديو ونشوف النهاردة هنتكلم مثلا هنعمل مشهدين بيكلم فيهم الشخص عن مثلث برمودة يلا بينا احنا هنا اختارنا الاي اي 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 اكترز اللي هو الافاتار بتاعنا على الاسكريبت ومن الاسكريبت هبتدي هنا احط بيست او انسخ الاسكريبت اللي انا عايزاه انا جايب هنا الاسكريبت بالتشكيل تسمعه من هنا قبل ما تبتدي ان انت تضيفه هنا بيقول لي فيه ريستريكتد كونتنت معرفش بيشوف التشكيل عنه انه هو كونتنت ريستريكتد ليه مش عارفة ايه السبب اعتقد يمكن علشان التشكيل نفسه حبيت برضا واريكو الحتة بتاعت التشكيل دي هنا بصوا لما حطيته من غير تشكيل اتقابل ما فيش مشكلة عنده ما قليش اي ريستريكشن على التكست الموجود هبتدي بعد كده اسمع بعد ما اخلص اتأكد بس ان هو بينتق صح والصوت مظبوط وكله تمام ممكن لو انت مش عاجبك الصوت تبتعمل ايه حتبتدوس على توم هنا وتختار اي حد تاني من الاصوات الكويسة بالنسبة للوثائقي جوني عشان لو انتو حبين انتو يعني ايه تبقوا عارفين وانت بتعمل فيديو جوني كويس جدا فيه ان انت محتاج حاجة فيها ناريتف او حد بيحكي حاجة هو ده الصوت اللي انا هضيفه ده اللي اخترته هو ده اللي حيكون موجود عندي ممكن انا يعني اضبطه شوية مبقاش كده يعني كله قدام الشاشة ممكن يكون شكله كده كويس وبعد كده هبتدي ان انا ارفع البيجراوند فهروح للبيجراوند هبتدي ارفع الفيديو بتاعي ممكن تعمل بلير يعني البيجراوند ما تبقاش ظهرة كده كأن عليها زي غمامة انا ما افضلش ده طبعا لما انت تكون بتتكلم عن حاجة وثائقية لازم يكون الفيديو ما يكونش بلير ولازم يكون واضح فافضل ان انت في الحالة دي البيجراوند ما تفعلش البيجراوند هبتدي ان انا اضيف البيجراوند البيجراوند حياخد او حيتحرك يتعمله لوب كده يبتدي يتحرك 23 ثانية دي مدة السين الاول او المشهد الاول طب بالنسبة ليه المشهد التاني او السين التاني ممكن تدوس اكس وممكن تروح هنا تقول له اد سين حيبتدي اضيف سين تاني حتبتدي ان انت تحط نفس الشخص ممكن تغير الوضعية بتاعته بهذا الشكل تحطه هنا على الجنب مثلا حبتدي اروح للسكريبت حبتدي ااد سكريبت اد بوز لو انت عايز تضيف وقفات انا هفضل خليها على الديفولت اللي هي واحد ارجع مرة تانية احط السكريبت بتاعي واسمعو عشان اتأكد انه النطق مصبوط وصح وبعد كده حبتدي احط الباك جراوند بتاعي بتاع المشهد التاني يبقى انا كده ضفت الاي اي اكتر اللي هو الافاتار وضفت السكريبت وضفت الباك جراوند حصغر بس الشخص شوية هعمل ريسانز كده خليه كده المشهد التاني زي ما احنا شايفين والفيديو اهو في الباك جراوند كفاية اوي مشهدين الاخر خالص بقى هتزبط كل حاجة وتبتدي ان انت تعمل سبمت هتسمي البروجيكت بتاعك انا هنا هسمي البروجيكت بتاعي ماي بروجيكت ثري اخر بروجيكت معايا هنا انبيفور سبعمية وعشرين لان احنا فيه الفري بلان وحنبتدي نعمل كونفيرم حيبتدي يعمل سبمت لي البروجيكت وحستنى اعتقد الموضوع كله مش هياخد اكتر من عشر دقيق لحد مايعملي جينريتنج لي الفيديو وتشوف في الاخر خالص مع بعض النتيجة زي ما انتو شايفين اولا هو سهل جدا في الاستخدام السكريبت مثلا انت كاتبه او انت جايبه من شاء جي بيتي الباك جراوند بتروح تعمل الصورة وتبتدي تعمل لها أنيميت او تستخدم الصور الموجودة او الاسدس الموجودة داخل الموقع دي حاجة ايضا رجعي لك ولكن افضل طبعا لو انت بتتكلم عن محتوى وصائق وعايز واحد يتكلم ويشرحه ان انت تعملوا بيه المواقع اللي تكلمنا عنها في انشاء الصور او انشاء الفيديوهات وايضا زي ما قلت لك هتقدر تختار وضع للاي اي اي افاتار في كل مشهد من المشاهد مدة الفيديو بتوصل لحد ثلاث دقايق بيعمل لك فيديو ثلاث دقايق ثلاث فيديوهات وحنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة بعد ما يتعمل جينريتنج لي الفيديو منذ عقود كان البحارة يتجنبون الاقتراب من تلك المنطقة الطيارون يغيرون مساراتهم والسفن تختفي كما لو ان الارض ابتلعتها بقعة على الخريطة تحولت الى اسطورة حية نحن الان على موعد مع واحدة من اعظم الغاز المحيط يقع مثلث برمودا بين ثلاث نقاط ميامي برمودا وبورتو ريكو مساحة تمتد لأكثر من نصف مليون ميل مربع من مياه المحيط الاطلسي حيث اختفت اكثر من متى سفينة وطائرة دون اثر قصص بعضها حقيقي وبعضها لا يزال محاطا بالاساطير زي ما احنا شايفين ده كان الفيديو المنتج بوسط كرافت ستوري ضفت عليه موسيقى تصويرية كده يعني ايه في الباكجراوند بسيطة تلائم الموقف بعض الترانزيشن باستخدام برنامج المونتاج ولكن النتيجة كانت جيدة جدا زي ما انتم شايفين النسبة ليه الووتر مارك ما فيش ووتر مارك لكرافت ستوري فيه بس هتلاقوا ووتر مارك خفيف مكتوب عليه V.O.O. لان انا عاملة انيميت للصورة ومحاولها الفيديو باستخدام واسكة وبالتالي هو بيستخدم V.O.O. دلوقتي حاطت زي ووتر مارك بسيط كده في الاخر فانت ممكن تحركوا باي برنامج تاني معاهمش اي ووتر مارك وتعمل فيديوهات زي ما انت عايز ولكن البرنامج الاصلي فيه التلات فيديوهات حتى الان المجانيين ريت ما تنسوش تدعموني باللايك وشير والكومنت ولو كنتوا بتشوفوني الاول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته